تاخد مني الخبر ده خد الخبر ده الكابت المحمود الخطيب طبعا رجع من يومين واتكلمنا مع حضراتكم وبالمناسبة النهاردة الأهلي عمل حفلة تقميم بتاع المرحوم الراحل طبعا تيسير الهواري أحد رموز النادي الأهلي واتكلمنا مبارح عنه كتير جدا وقلنا كل التفاصيل والراجل ده عمل إيه مع النادي الأهلي وساعد قد إيه مع النادي الأهلي والفعل زي ما قلنا حراركم معلومة مبارح النهاردة النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي أنه زي ما احنا قلنا بالزبط بالزبط مبارح أن تم إطلاق اسم الحاج تيسير الهواري على قاعة الاجتماعات الكبرى في مقر النادي الأهلي بتجمع الخامس ده فعلا أعلن عنه النادي الأهلي النهاردة بشكل رسمي وإحنا كنا قلنا الحراركم المعلومة دي مبارح طيب بخلاف القصة دي خلال الأيام المجبلة حيكون في اجتماع للجنة التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب طبعا ليه؟ لمناقشة بعض الملفات المهمة بتتعلق بالفريق الأول لكرة القدم وإن شاهد أبرز هذه الملفات فيما يتعلق بفترة انتقالات الشتوية هتقولي هل كولر محدد بعض الاحتياجات أو محدد بعض الاحتياجات؟ هل الأهلي حيتحرك في اتجاه بعض التدعمات في الشهر هناير؟ أيوة حيتحرك لاتجاه بعض التدعمات في الشهر هناير؟ أبرز الأسماء المطروحة بقوة دون أي خطوات رسمية حتى هذه اللحظة انتظارا ربما لاجتماع لجنة التخطيط تمام؟ عمر كمال عبدالوحد عمر كمال عبدالوحد أولوية بالنسبة لمناقشة ملفات كرة القدمة ومستقبل الفريق وإحتياجات الفريق في شهر يناير قد يتم اتخاذ بعض الخطوات الرسمية سواء في إطار تواصل هاتفي أو في إطار تواصل رسمي بين إدارة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر خلال الأيام المقبلة خلال الأيام المقبلة نجازل فأني عايز عمر؟ عايز عمر القصة ماشية في اتجاه إيجابي؟ ماشية في اتجاه إيجابي في أي خطوة رسمية لحد الآن ما فيش خطوات الرسمية زي ما قلت لحضرتك من نادي الزمالك ده حقيقي مليون في المية وخطوات هاتفية كانت منين؟ من بيرامتز طب أقول لحضرتك رغبة عمر الأولى وأنا لسه كنت بأتكلم مع الكاتر على ما يهوب وقلت له أنا عارف رغبة عمر كمال عبد الواحد الأولى هو الانضمام للنادي الأهلي دي رغبة عمر كمال رقم واحد هو عايز النادي الأهلي طب رحل زمالك إزاي ومش عارف إيه ومضى في زمالك أبي كده ما كانش الأهلي في الصورة تمام؟ وأقول لك برضو معلومة عمر قبلك مسؤول فيوتشر بالرغبته الأولى وهو النادي الأهلي خلي بالك مش معنى كده أنه هو قافل الببان في الناحية التانية في زمالك أو بيرامتز أو كاملة ده محترف ده العين محترف ممكن الرغبة بعد كده تتغير تتعدل حسب بقى المنفوضات وحسب الوضع يكون ماشي ازاي كما بقول لك المعلومة اللي عندي وأكيد حيكون تدعيم قوي بالنسبة للفريق في حالة استقرار النادي الأهلي بشكل نهائي التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد